السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبابة اللي يعانونين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب وقتم صحة اللهم صلوا و السلام و بارك على سيدنا محمد و علي عليها و صحبية اجمعين ان شاء الله نهاردة جايك الفيديو جديد وصفة جديدة من يوميات رانوش قبل ان نبدأ الوصفة بتاعتنا بجد بجد عايز اشكركم و على كمية التعليقات الجميلة و كمية الدعم اللي انتو جدهولي و شكرا جزيلا حباب قلبي ربنا يا جوب بخاطركم يا رب زي ما تتجبره بخاطرين تمام؟ من شكرا جدا ليكم يا حباب قلبي كلكو يا رب مبسوطة جدا بالتعليقات الحلوة اللي بتجيلي وحيات ربنا شكرا جدا و من شكرا جدا جدا لكل واحد كده بيديني كومنت حلو كده بصراحة كومنتات دي بتفرحني جدا في وقت انا يعني بيكون في فعلا محتاجة فرحة من عند ربنا كده بجده والله العظيم شكرا جدا ربنا يفرح قلبي جميعا يا رب زي ما انتو بتفرحوا مني ناردا ان شاء الله بقى جايلك كده بوصفة حلوة جدا و يا رب بقدر كده اسعدكوا زي ما بتسعدوني كده و ادخلوا الفرحة جوا قلبي كده و انا كمان ادخل الفرحة جوا قلبي كده و انا كمان ناردا بقى ان شاء الله نعم مع بعض البرجر الجاهز و كمان العيش بتاعه هو الكايزر باحسن طريقة و بافضل طريقة و باسهر طريقة تمال من مطبخك و بمقادير بسيطة جدا جدا بس هيطلع بصي هنعمل مواد من الالف للياء وهيطلع احلى من بتاعه بره ما تقوليش بقى مكدونيس بقى و ايه الكلام ده هيطلع احلى فعلا من بره بمقادير بسيطة خالص و مش هيخف منك ساعة زمن و الحاجتين البرجر و العيش الكايزر هيكونوا جاهزين وتفرح حيالك وتبيري جوزك بحاجات بسيطة جدا و كفاية لها من ايديك يسبت الكل و طبعا تسلم ايديك يا حبيبيت قلبي ان شاء الله هنعم مع بعض نطبق مع بعض الوقت لخطوات ديت و يا ربي كمان ايش عرف اقولوك ايه والله يا رسالة مستقوي من التعليقات اللي انتو بتقولها يا ربنا يخليكو ده كتير علي والله العظيم بجد والله انتو كتير علي حبيبي ربنا يخليكو لي يا رب و ما تحرمش منكو ابدا يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا طبعا كالعادة لو انت مش مشتركة خشي دلوقتي حالا نعمل اشتراك ولو انت مشتركة بالفعل خشي اثبطي اللايك و اثبتي وجودك بكومنت حالي تمام الشعار بتاعنا يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا و بسم الله و نصلى على النبي يلا بينا حبيبي القلب نص كيلو اللحمة طبعا فيها دهون و معانا فلسوية وصلاية مبشورة 3 معلقة كاتشوب كبيرة و معانا ملح معلقة ملح معلقة توم بودر بصل بودر معلقة الفلسود معلقة بودرة مرء الدجاج و كمان حبيبي معانا الخلطة البرجر اللي هي الجهزة اخد منها معلقتين كبار كده على نص كيلو اللحمة بتاعي طبعا تقدر اللي انت برضو ايد اخد منها اخدت كده معلقتين كده مش كتير عشان برضو انا حاطة توابل طبعا انا نغسل ايدي حبيبي ابتدي بقى انت ايه اعجيني كده مش هقل من خمس دقايق لحد ما تدمجت كل التوابل والفي اللحمة كلها مع بعضيها تدخلي كله في بعضه كده تمام يبطل بقى ادمجي كده حبيبي لحد ما كله يدخل مع بعضه هنا بقى اجيب سوق كده و افرش فيه كيسة بلاستيك اهو فرشت فيه كيس بلاستيك كده و كمان معايا كيس هنا و معايا كده غطى ايه هقطع بيه البرجر بتاعي انا هفرد على الكيس ده كده هاخد حتة حتة من اللحمة و اقطع البرجر كده بتاعي علشان تطلع بشكل الدايرة بتاعت الغطى كده انجزت معايا احسن من انا قطع كده بكتعة فاهميني كده فردت اللحمة في السوق و اقطع كده احسن بصراحة انجزت معايا جدا يعني التانية بكتير و كمان الشكل دو تقدر انتقطعه لو عندك مج كبير البق بتاعه كبير يعني الدايرة الغطى كده حلو الغطى بصراحة كان حلو جدا كان بيقطع معايا شكل البرجر كان مناسب للغطى كان شكله حلو جدا بصوا كان شكله حلو جدا كمان انا كنت بشيل منه اي زيادات علشان شكل يعني اي زيادات طلعه من تحته كده كنت بشيلها ما كنتش باسيبها علشان ما تبقاش القطع اطخينها معايا جدا عايزها تبقى ايه علشان تستوي بسرعة بس كده حبيبي و دي الكمية اللي انا عملتها اهوة بصوا بقى انا دولت دخلتها التلاج قاعدتها ربع ساعة كده وبعد كده بقى هشتغل في العجينة بتاعت العيش بتاعنا الكايزر معانا بقى ايه معانا تلات اكواب دقيق من المج اللي انا وراته لكم الكباية ديت وهنزل بنص كباية لبن بنص كباية مية دافية و كيس الخميرة الفورية بتاعتي وقلب كويس جدا بعدها هنزل بربع كباية زيت بياض البيضاء وقلبي كويس جدا معلقة ملح معلقة سكر اللبن بودر عشان بتبقى اللبن بودر بيخلي العجينة حلوة جدا هنزل بقى كده انا محضرها جنبية مية دافية طبعا انا حتى مية دافية وبرضو مخليها جنبية مية دافية علشان اعجن برضو بيها تمام كده بقى طبعا انا هاسل ايدي هبتدي بقى ان انا اعجن بايدي كده تاخد منك في العجن من خمس لعشر دقايق بدون عجان بايديك انت والاصحة يعني ان انت تعجين بايديك انا بحب عجن بايدي بصراحة انت ايديك موجودة هتخدم العجينة اكتر من العجان بصراحة 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 العجينة جميلة جدا طبعا مؤخرا كده حطيت بقى معلقتين زبدة علشان بغزي العجينة بتاعت انا كده بقى بغزيها تمام خلي بالكو انا حطى صفار بياض بيضة بس سوري بياض بيضة ميش السفار السفار هاقولكو دلوقتي انا اسمت البيضة انا هاعمل بي ايه كده بقى حبايا بياض بيضة انا سبتها كده بتاع ربع ساعة جوه الفرن الفرن كان دافي كده ودخلتها طلعتها بعد كده ايه يعني ربع ساعة بالزبط بصراحة بصراحة كنا جعانين جدا وكاننا كمان متأخر بسبب العجينة وبسبب يعني انا عملت متأخر وكده بصور بياخد معي وقت كبير جدا بصراحة اهو وهكورها بالكورة كده ولف العجينة معايا من تحت علشان ما تطلعش معايا مكالكاعة لازمان تخدم العجينة بتاعتك علشان ما تطلعش مكالكاعة من تحت طبعا الكايزر كان كامل جدا كان شكله حلوى قوي 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 وكان مستوي جدا وطعمه طحفة والله احسن من بتاع برا طبعا هاسبها تخمر كده ايه 10 دقائق دي بقى صفار البيضة مع مكعب زبدة وغطي الوش بتاعك علشان يبقى طعمه لازيز وكمان تديك اللون حلوى جدا من فوق تستخسريش حاجة في نفسك دي الحاجة اللي تكليها انت وعيالك طبعا اخديميها كويس جدا وده اللي انا عملته طبعا صفار البيضة ومكعب الزبدة دوت كده بدرجة حرارة الغرفة هيفرق معاك جدا في اللون معاك طبعا معايا هنا سمسم ابيض مش محمص ابيض علشان هدخله الفرن هرش بقى كده دلع بقى القايزر بتاعي كده او العيش بتاعي علشان يبقى طعمه وشكله طبعا طحفة جدا وفعلا كان طعمه طحفة جدا وبيقرمش كده وشكله كان طحفة جدا حبيبي طبعا انا مشغلة الفرن طبعا على درجة حرارة 180 رفق اوسط وهشغل تحت الاول وبعد كده هشغل الشوية بصوا حبيبي الكايزر بتاعي بسم الله ما شاء الله الله اللهم بارك طحفة جدا طبعا محمد كان قاعد جنبي كده واقف جنبي بيقطعلي بيفتحلي العيش وانا ايه بشكل طبعا كده قد حطيت ميونيز وهي كده خاص كده كان طعمه حلو قوي دي بقى جبنة متشكلة كده كانت عندي فلمانك علاش يدر لان الجبنة التانية اللي هي بريزدون اللي هي السلايز دي غالية جدا بصراحة جبتها مسوما ما تلاقيتها غالية فقلت انا كده كده عندي فستخدم الجبنة اللي موجودة عندك حتى ممكن رومي ممكن اي حاجة اللي انت حابه لأولادك بصوا البرجر حلوه ازاي وي بقى طماطم وخص بقى ويا سيدي بقى صندويتش ولا أحلى مكدونيز بقى وتعمه كانت طحفة طحفة فعلا كانت قيل جدا والله ما قدرنا نكمله حطي بقى انا بقى كنت بحط كده اي خص لاول كنت بحطي كاتشاب وي خص وي اه اه اهو بصوا صندويتش كان شكله حلو قوي بصوا كنت بحطي كاتشاب كده اهو وخص بقى اللي هو الكابوتشا ده تعمه حلو قوي وي جيبنا شيدر والبرجر وي خص تاني وي حتت جيبنا فلمانكي كده ليه سلايس دي كتماطعنا سلايس كده ويه طماطماية وغطي بقى يا معنم وقالف انا يا رب على قلوبكو وقلوبنا حباب قلبي ياريت تجربوا الوصفة بتاعت دي جميلة جدا جدا وحاجة انت عاملها في البيت مضمونة وبجد بجد اولادك كفاء اللي انت هتفرح اولادك بيها ويجوزك هتبهري ما تنسينيش يامر باللايك الحلو بتاعك واللايك مهمة قوي قوي يا حبابنا ما تنسينيش يامر باللايك ولو انت لسه جديدة معايا اخش تعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس وصرع كلمة الكل عشان يوصلي الكل جديد من يوميات رنوش ما تنسينيش يامر باللايك اللايك مهم يا حبابنا بصوا بقى سندويتش بقى كان بصوا كان جميل جدا حبابي بصوا بقى جبت جنبي شابس كده يلا حبابي باي باي شوفكم في فيديو جديد نسيت اشتراك عالر